ما هو تفسير قوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا خلق الله تعالى الإنسان من جملة ما خلق سبحانه وأكرمه بأن جعله خليفة في الأرض يعمرها وفق مراده ومنحه كل ما يمكنه من هذه المهمة الجليلة وامتنى عليه بالعقل وجمال الصورة فخلقه بأحسن تقويم وشاءت إرادة المولى سبحانه أن يكون البشر أمما مختلفا وشعوبا متعددة وفي تلك الإرادة الإلهية حكما عظيما وحكما عظيما ودلالات تستحق التأمل وقد أقر الإسلام هذا التنوع والاختلاف ولكنه أراده تنوعا يثر الحياة ويزيدها عطاء وبناء وتعارف وتآلفا مثل ما احترم الإسلام حق الإنسان بالانتماء لقومه وعشيرته فأقر النسب بل حرم انتساب أحد إلى غير أصوله وجعل الأقربين أولى بالبر والصلة كما أراد الإسلام للتجمعات القبلية أن تلتقي على الخير والصلاح وأن يكون اجتماعها تحت اسم معين ونسب مشترك سببا في انطلاقها نحو نشر ثقافة احترام الآخرين والاعتراف بحقوقهم وعاب الشرع الحكيم على من يجعل من أصله ونسبه سببا في التعادي والتفاخر في غير مكانه فنسبة البشر الأولى لآدم عليه السلام وكل انتماء يطغى على الانتماء للدين فهو انتماء باطل وكل ولاء يقدم على الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين فهو ولاء زاهق وقد جاء القرآن الكريم يؤصل لهذه المفاهيم والمبادئ في غير موضع في صوره وآياته ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله علم خبير فما هو تفسير الآية الكريمة وما المقصود اللغوي والإصطلاح بالشعوب والقبائل وكيف أسس الإسلام لنشر ثقافة التعارف بين الأمم ذهب الإمام المفسر فخر الدين الرازي في تفسير هذه الآية وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إلى أفاق عدة وبيان ذلك فيما يأتي الوجه الأول يقول هذا المفسر جعلناكم شعوبا كالأعاجم لا يعرف من يجمعهم وجعلناكم أيضا قبائل لكم أصل معلوم يجمعكم مثل العرب بانو إسرائيل جعلناكم شعوبا منبثقة عن القبائل فتحت القبيلة شعوبا ممتدة منها ومن الشعوب بطون مختلفة ومن البطون أفخاد مختلفة ومتعددة ومن الأفخاد فصائل يخرج منها الأقارب جاء ذكر الأعم في الآية الكريمة حتى لا يفهم منها قصد الافتخار في الأنساب فالأعم والتعميم مجتمل على الفقير والغني والضعيف والقوي فمقصود الآية التعارف وليس التفاخر وفي ذلك دلالات هامة أن التعارف يقتد التناصر فيما بين الشعوب والقبائل فلا مجل للتفاخر أن التعارف ضد التناكر ومن هنا فإن كل فعل أو قول لا يفضي إلى تحقيق التعارف بين الأمم فإنه خروج بالمراد الإلهي عن مقصوده ونزوح نحو التناكر المرفوع شرعا ومن ذلك فشو الغيبة والسخرية والغمز واللمز تحمل الآية الكريمة عدة معاني لطيفة تؤكد عدم جواز الافتخار في موضع الأصل فيه التعارف والتآلف ففي قول الله تعالى إنا خلقناكم وجعلناكم إشارة إلى أن الافتخار لا يكون بما لا كسب للإنسان فيه ولا سعي له في تحصيله فالخالق والجاعل هو الله عز وجل وحده وأن ميدان الافتخار الحقيقي هو في العمل والتقوى التعارف المراد بالآية الكريمة هو التعارف الذي يقوم على التناصح والتناصر بالحق والتعاون في مهمة عمارة الأرض والتوارث آداء الحقوق بين ذوي القرب وثبوت النسب وهذا يتحقق بجعل الناس شعوبا وقبائل متعددة على أن هذا التعارف لا يساوي بين الناس بل جعل ميدان السبق مفتوحا عن طريق التقوى فأكثر الناس تقوى أحقهم بكرامة الله تعالى وبهذا يخرج من ميدان سباق الكرامة من طلبها من طريق الأكثر قوما أو الأشرف نسبا يقف الإسلام بضراوة أمام الأفكار التي تميز من بين بني الإنسان تحت راية غير راية التقوى ومن هنا كان للإسلام موقفا واضحا تجاه العنصرية حيث أن الإسلام حارب العنصرية والقبلية بكل أشكالها وقرر أن معيار التفاضل بين بني البشر قائم على أساس واحد هو التقوى حيث قال عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير أقر الإسلام بوجود الاختلاف في طبيعة البشر بل جعل تعدد صوره وأشكاله آية من آيات الله في خلق الكون فقال الله سبحانه وتعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين عاب الإسلام على أصحاب العصبيات البغيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية وشنع الرسول صلى الله عليه وسلم على أولئك الذين يرون عزهم ورفعتهم بأقوامهم فقال أنتم بنوا آدم وآدم من تراب ليدعنا رجالا فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها أنت وفي سبيل إزالة الفوارق القائمة على الطبقية والقومية سعى الإسلام إلى تحرير الإنسان من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد فجاءت التشريعات التي قصدت إلى إزالة الرق الذي كان قد فشى في جاهلية جزيرة العرب ومن هذه التشريعات كفارات الأيمان والظهار والقتل غير المتعمد أثمرت هذه المبادئ التي دعا إليها الإسلام تطبيقا عمليا شهده المسلمون ومارسوه في المدينة المنورة عندما تعايشوا مع اليهود على أساس آداء الحقوق والوفاء بالواجبات كما تصالحت الدولة الإسلامية مع نصارى نجران ضم الإسلام تحت جناحيه ثلة من كبار الصحابة على أساس الولاء للدين والعقيدة وأزال كل الفوارئ التي تقوم على أساس العرق أو اللون فجمعت راية الإسلام سلمان الفارس وبلال الحبش وسهيب الرومي مع القرشيين والعرب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم